صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي شوفني فيه برج الاخوت. انا تخشها بطولة على طاقتك لبرج الاخوت. برج الاخوت انت بجب تجي بداية جديدة. صباح الحب ده او في الطاقة العامة بتاعتك ان فيه بداية جديدة. شوف كده بعضها ايه? او بداية جديدة او علاقة جديدة فيها حب مثلا ممكن نقول. او انت دلوقتي انت دلوقتي الكنج اف كبس. او برضو بيجي ممكن يكون مفيش علاقة حاليا ولكن انت حاليا مستقر في مشاعرك. او ده فيه خناء. بس بعد الخناءة دي انت بقت كده. ممكن يكون كان فيه علاقة فيها شوية لغبطة وانت استقررت دلوقتي. او ممكن تكون مزلحة وانت بداية جديدة ان شاء الله. طيب نشوف مشاعرك شركك ايه? وشايفك ازاي? والخطوة اللي هو نيته ياخدها ولو يعني الخطوة دي ممكن نيته ياخدها او ممكن ما ياخدهاش. برضو عشان حتش يقولي هو نيته كان يجي وما جاش. المهمين هو كان نيته كده يعني. ودي النصيحة لك. طيب مبدئين كده يا برج الحوت انت كرأتك مفهاش اي يعني شيء يلطر لان فيه بداية جديدة برضو. ممسهاش. مشاعر الشريك حاليا يا برج الحوت هو الودوء نابعد العصر. وده اللي يفسر الكارت التالت اللي جي هنا انا. انه كان فيه خماء اه او مش لازم خماء. اه انفصال. حصل انفصال. ممكن يكون يعني انت هسبت العلاقة ومشيت. او هو اللي ساب العلاقة ومشي وحاليا فيه جود. فيه استراحة كده. اه وممكن يكون الشريك تعبان شويا. بس دي مشاعره حاليا ان هو هادي خالص وامستقر مستقرة حاليا برضو مش معناها ان هو نسيك لا هو مستقرة في مشاعره ولكن مازال متذكرك ومازال انت في باله وممكن كمان يكون الكارت ده بمعنى ان هو استقر عليك برضو بمعنى برضو تاني وخلاص انت شاغل باله اوي 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 الفترة دي ومستقرة عليك وبيفكر فيه كتير اوي لكن هو حاليا المشاعر اللي هي اوي يعني فياضة اوي ولا فيه اصلا ولا حتى مشاعر خالص لا فيه مشاعر ولكن في استراح او هو بيهدي نفسه لو فيه فنائه حصلت اخر مرة فهو بيهدي نفسه حاليا طيب انت اي بقى انت اتوين اوف سوردوس اللي هو ملكة السلوخ ازا ما بقولكو انتو الاثنين في بداية جديدة ممكن او هتبتدوا بداية جديدة ايوم اقرب بقى انت حاليا قافل على مشاعرك شوية محكم عقلك زيادة عن اللي زوم يا بورد الكوت وباصص للامور بنظرة جدية جدا 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 او علاقة عاطفية فانت محكم عقلك قوي مفيش لاغي القلب تماما يعني لو القلب اه مشاعر يعني كوشات مشاعر بس لكن حاليا محكم عقلك عقلك ولكن انت مشاعرك مستقر الله اعلم بقى او ممكن تكون انت اللي مقدم له عرض يا بورج الحوت ممكن او انت اللي متقدم لك عرض بس انت محكم عقلك عن مشاعرك زيادة عن اللي زوم والشريك كذلك برضو الشريك برضو محكم عقله واخد فترة استراحة من العلاقة او من المشاعر او من التفكير كمان يعني انت اللي حكمت عقلك وبطلت تفكر في العلاقة او بطلت تفكر في الشريك والشريك ممكن يكون ايه كمان انت اللي سبت العلاقة يا بورج الحوت وهو منتظر منك اي مبادرة لان ده حد بيقطع ده حد قطع علاقة او قطع وعد على نفسه مثلا انا مش هكلمه تاني مثلا قلت النفسك كده انا مش هتكلم تاني خلاص او انا هعمل بلوك يلا او انا هحزفه من الفيسبوك مثلا اي حاجة فهو ممكن يكون منتظر منك انك بقت تبطل تفكير ده وترجع تاني مثلا لكن هو برضو بتيجي على كارت الانتظار يجي برضو كارت الانتظار وبس هو حاليا هادي ومهدي نفسه ممكن نقول مهدي نفسه لكن مش هادي طيب هو شايفك ازاي بورج الحوت نظرته ليك ازاي شايفك يعني شايفك ان انت شخص جميل اوي 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 ومازلت جميل يعني حصلت خنائمة بينكو ومازلت انت الشخص الجميل الشخص اللي قدمله حب الشخص الخيالي الشخص الفكهة العالية لو انت كنت بتهزر معاه وبتدحك وجده ان برج الحوت ده مخفيف فشخص جميل اوي 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 خب الحد بشكل غير مباشر مثلا 같은데 وهو رفض او او اتاخر عليك شوية فانت خد وتفكير klpte بقت اكد ان هو مش عايزك فقطعت العلاقة فهو مازال شايفك ان انت الحد الحبوب برضو اللي مقدم عرض ليك وهو لسه مازال العرض في باله خلي بالك لو انت انسحبت ومشيت فانت مازلت قدامه صاحب العرض الحب اللي كنت مقدمه له او لو كنت في علاقة وانت برضو قطعت العلاقة فانت مازال برضو شايفك الحب وشايفك شخص حبوب وجميل وبيحبه والشخص اللي بدخل قلبه وبدخل قلبه بكلامه بأفعاله وشكله حلو كل حاجة وشايفك حد جميل او طيب انت شايفه ازاي برج الهود انت شايفه انه هو شخص شايفه انه هو ممكن يكون دهما انت يعني محكمة او عدالة او حكم الهي ممكن تكون انت شايفه انه هو قدر ببساطة كده يعني هو شايفك ان انت حد جميل وكده وانت شايفه انه هو قدرك قدر يجي في الطريقة هو ده القدر بتاعت ده اللي ربنا بعتهلك في طريقك وشايف انه هو ممكن يكون لو هي كد مقلوبة كده كنت اقوله انه شخص مش حكيم او شخص مش ما عندوش ما بيفكرش الطريقة كويس لكن انت شايفه كده فتقريبا انت شايفه انه هو شخص حلو برضو ومميز شخص مميز وممكن يكون ليه سلطة مثلا بيشتغل في مكانة عالية مثلا ممكن اقول كده انت شايفه انه هو شخص كمان كامل برضو يعني برغم انه انت ممكن تكون اطاعت العلاقة ولكن او حكمت عقلك شوية زيادة عن نزوم ولكن مازال هو في الصورة الداخلية لي اا ليك قصد سوري او انت شايف انه هو حد اا جميل قوي وشخص حقاني وشخص اا ممكن زي ما قلتلكم يكون بيشتغل في حاجة بيؤمر ناس فيها او كده اا وشخص قدرك قدر القدر يقولك القدر مفتر هي ايه هو زي كده بزمد حجة قدريه شايفه انه هو انسان القدر بعضه لك وهو شخص حقاني يعني وشخص كويس وجميل واااا ااا ما بيبداش بالظلم من الاخرة بس هو شخص جميل قوي وانتو الاثنين تشفين بعض نفس الحاجة ايه انا ممكن برضو ك يعني لنوع الانواع كده التفسير التفسير التفسيرات طبعا هيا ان انت حياة غريبة انت شايف ان هو انت شايفه قدرك الجميل مثلا ولا شايفه ايه مثلا ولا شايفه ان هو كرمة في حياتك ممكن تكون العلاقة دي انتهت وانت كنت شايفه ان هو كرمة حاجة جدت وانتهت خلاص وانت مزعلان على فكرة لو انت قطعت العلاقة ما انت مزعلان ان هو ماشي لان انت محكي مع عقلك قوي انت شايفه ان هو هي علاقة انتهت بهزيمة على فكرة هي علاقة انتهت انت اللي هزمته يا برج الحوت وقفلت على مشاعرك ومشيت انت مشيت من العلاقة دي يا برج الحوت ومشيت بطريقة متخفية انا قلتلك او انت قطعت العلاقة بطريقة متخفية قطعت العلاقة بطريقة متخفية وهزمته عشان كده عشان كده هو بياخد فترة استراحة من اللي حصل يعني هو الفترة دي المنظر ده او شخص اللي بيبقى نام كده بيبقى يعني شخص تعب اوي 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 شخص ده كان تعبان على فكرة بعد اللي حصل ده لان انت انت خدت قرار حازم وفاجئته بالقرار ده فاجئته فاجئته بالحوار ده عشان كده قلتلك انت اعتبرته علاقة كارما انت شايف ان العلاقة كانت كارما وان انت خدت حقك خلاص وانت خلاص العلاقة انتهت وقفلت انت مشيت من العلاقة يا برب الحوت بص بطريقة سالسة وبسيطة جدا ما حاسش بيك ام اديكم ساب كنت بتتكلموا وبعد كده انت فكرت بعقلك كده ثلاث ايام مثلا وقعت تقول الشخص ده مبيحبنيش او الشخص ده كان بيبقى شكت فيه بحاجة وبعدين روح تعمل بلوك وقعت تقول اجريت اختفيت من حياته وهزمته خرجت من العلاقة بطريقة ان انت كذبان بس اعتقل بالك انت مكسبتش حاجة على كده يعني الشخص ده بيقول على نفسه انه هو كذبان ولكن هو مكسبش حاجة وممكن نقول ان انت كنت شايف ان العلاقة دي علاقة خسره انا بمعنى اصح يعني لو افترضنا على انه كنتوا الطرفين دول فانت شايف انها علاقة خسره الحرب دي ما انتهتش اصلا بخص حد يعني هو شخص شايف نفسه ان هو فز والتاني ماشي وسبله السيوف اصلا فممكن تكون انت بذب انت اللي مشيت ده يا برج الحوت وسبته بقى يستمتع بالحاجة اللي عنده تظهر ان انت شايف ان هو شخص عنيد ممكن نقول اه انت شايف شخص عنيد متكبر ورأيه ينفذ على الكل برضو انا بقولك هو يحب يؤمر الناس ويمشي كلمته على اللي معانه يعني اصالح وقت ما صالح اتكلم وقت ما اتكلم ارجع وقت ما ارجع ادخل العلاقة وقت ما ادخل العلاقة وما تتحكمش فيه فانت قلت له ايه اعمل فعميش الكلام ده وعملت له بقى قلت له بص العصورة هناك هيه وروحت طاير طاير حرفيا وجمدت مشاعرك اهو بص خدت الكرار وقلت بقى مشاعري في ايدي وتحت رجليه ووحده فوق راسي وجريت وسلام عليكم يا عم الحل ويلا بقى نكفي اكفي الموضوع بقى اكفيه خالص وكلك ما قدتش تعرفني ولا شفتني قبلك فانا انا شايفة ان انت يا برج الحوت انت اللي نهيت انت اللي نهيت يا برج الحوت لان بص اهو كان فيه خناءة مش خناءة ممكن تكون مش خناءة ده تضارب مشاعر مشاعرك كانت بايزة خالص وكنت بتفكر 24 ساعة في العلاقة دي اكمل ماكملش ادخل ما ادخلش طب اكلمه ما اكلمه اظهر ان هو كان شخص بيلعب بيك شوية او بيتسلى شوية ممكن او كان بيلعب بيت وبعدين بعد قلت بقى خلص خلي مشاعري بقى وانا ايه مشاعر استقرد وهبدأ بداية جديدة من غيره بقى او بي ده اللي هنعرفه بقى بداية جديدة بس عموما هبدأ بداية جديدة بداية جديدة ممكن تكون من غيره بداية ان انا مسلا افتح مشروع بقى افكر في نفسي افكر في نفسي افكر في حياتي اشوف نفسي ده حد جميل اوي ومستقر على العرش بتاعه ومش شايف حد فهو انت هزمته وسبت له العلاقة ومشيت هو حاليا الهدوب بعد العصير هو اخد الصدمة على فكه لحد مصدوم على فكه بس هو ومازال شايفك يا بص ما عملت فيه مازال شايفك الشخص cheathab maintaining وشخص شخص ان يمكن ثمة الاط판 الشخص اللي كان مقدم له عرض حب وجري جري جري او الشخص اللي جري ولفكه ممكن يكون شايفك ان انت شخص كلاماندي ان انت كنت تبحك عليه سورة تالمحت يعني يعني ممكن يكون شايفك ان انت۩ كنت تبحك علي وان انopen شخص ومقدم له عرض اول ذائب ما كانش فيه عرض ولا حاجة كنت تتسلى هو برج الحوت ما بيتسلىش ولا حاجة هو برج الحوت يزبر 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 وبعدين بيطلع يجري خلاص هو إيه الخطوة اللي هو عايز ياخدها طبعا خطوته هيفضل منتظرك يا برج الحوت بص بقى يعني مهما تعمل فيه هو على فكرة تقيبا والله أعلم انت بعد ما مشيت وخدت القرار ومشيت من العلاقة اعتقد انه هو بعد ما هدي وقعد مع نفسه لأنه هو ضيع من ايده لحد الحب شخص اللي كان بيدحكه كان بيقب جنبه كان بيهون عليه فهو لسه منتظرك ومنتظر بشغف كمان يعني بصصلك وكله أمل انك ترجع تاني للعلاقة كله أمل انك تبص تاني على أي حاجة يعني مثلا مسحته من على السوشال ميديا لو بعدت الوقت ده هيزغرت هيعمل فرح حتى وإن ظهر قدامك بمظهر ده يعني هو ده برضه ده مش عروحة لو انت حسيت انه لسه مش بص ده ايه ده مش متقصر لا متقصر جدا لكن هو منتظرك يا برج الحوت مازال منتظرك وحيفضل منتظرك ومازال منتظر المبادرة ممكن يكون شخص هوائي أو مائي أو ترابي بتكون بتتعامل مع برج جوزاء برضو أو برج حوت وممكن يكون بتتعامل مع برج ايه تاني برضو قلنا ترابي اه فهو مازال منتظرك ومنتظر ممكن يكون منتظر المبادرة منك منتظر المبادرة منك طب انت ايه الخطوة انت هتاخدها انا قلتلك انت كينج انت الكنج يا برج الحوت بفرح قوي لما تكون فكرة لان برج الحوت دايما مش هقول ضعيف الشخصية ولكن عواطفه بتسيطر علي انت الكنج انت بصص لقدام وطرقت العلاقة وديت دهرك للعلاقة وبصت المستقبل اللي انت عايزه وينوي تعمل بداية جديدة لنفسك بيبقى من غيره انا مبقاش فارق معاك بالمعنى الاصحي ببلكوت يجي ما يجيش يتكلم ما يتكلمش ينتظر ما ينتظرش انا مليش دعوة حد هو بقى مع نفسه ان شاء الله يكون ايه لو بيسمع تامر عشور 24 ساعة 24 ساعة طبعا تامر عشور للناس اللي مش مصرية ده يعني الكنج بتاعناكت بدعمك مصر قطيب يسمع تامر عشور دلوقتي يا ورد الكوت انت عايز تبصت قدام ومستقر جدا انت جدا مستقر في مشاعرك في تفكيرك في كل حاجة بل انك انت من الاخر حطيت قلبك تحت رجلك وانطلقت بعقلك وبصيت لكل اللي فات من العلاقة وقلت دي علاقة فشلة وعلاقة كانت كرمة بالنسبالي والشخص ده كان عنيد قوي 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 تسيبه وانش طيب هو بصص للعلاقة ازاي شايف العلاقة دي ازاي شايف ان العلاقة مليانة غموط سبحان الله شايف العلاقة مليانة غموط ومحتاجة يتشال عنا سيطرت الغموط دي ممكن تكونوا انت كنتوا في علاقة اعجاب وهو مع برشة تحبه وانت كنت مقدم له العرض وهو استهبل وادلع فانت قلت له يلا يا حبيبي انت في الخلاعون وانا في النفخون وسبته ومشيت فهو حاسس ان في غموط في العلاقة وشايف ان العلاقة مليانة مليانة غموط ومليانة خيبة امل ومليانة خيبات امل ومليانة خيبات امل وكانت شخص عنده خيبة امل شوية هو تقريبا زي مبتلك هو جاله خيبة امل من ممكن يكون شخص ترابي وبطيع ممكن يكون قمر في التراب يعني ممكن يكون الشمس جوزاء مثلا وقمر جادي طبعا لو امر جادي او طور او عزراء هيبقى كده شخص بطيء بطيء اوي اوي في الحركة ولو جوزاء برضو بطيء بطيء اوي وهو بيقول في نفسه هو ما انتظرنيش هو ما انتظرنيش وهو حاسس ان انت انت هزمك بالضبط انت هزمك طب انت شايف العلاقة ازاي انت شايفها بص بقى الكارت ده مع انه بيحمل ايجابية جديدة ولكن لي معنى اخر وغريب شوية هو كارت البداية الجديدة اوكي 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 اوكي